طيب احنا كنا فين في الوقت ده لما بدأنا الحكاية حكاية بناء وطن مصر في هذا الوقت 2013 معدل النمو أقل من 2.2% البطالة 13.2% عجز الموزنة 12% للناتج الاحتياطي تراجع إلى 17 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية انخفضت انخفاض حد جدا معاها تضاهر كامل في الخدمات العامة وتضاهر في البنية التحتية الحقيقة أنا بحابب أن أحضر هذه الصور ونستعرضها لأن هناك عدد كبير جدا من شبابنا وقت صورة 2011 كان ممكن يكونوا عندهم 10 سنين و11 سنة من نهاردة هم في العشرينات من عمرهم وبالتالي ممكن ما يكونوا واخدين بالهم أن دي كانت صور مصر لغاية لسه 10 سنين فاتت عشان كنا نقوم بتنمية ودي أنا اسمح لي سيد رايس أنا مستعيرها من الخبراء الاقتصاديين بيقولوا دايماً معضلة أي تنمية شاملة أنك تحقق إزاي التوازن ما بين الثلاث حاجات اللي فوق أنك ترفع معدل نمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل وتراعي البعد الاجتماعي وحماية الفئات محدودة الدخل وأنك توسع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتقال أن لا يمكن وانت بتبدأ أي تجربة تنموية غير أنك انت تعتمد على اتنين في الأول منهم بس مستحيل لأي دولة أنها تعرف تاخد التلاتة في وقت واحد كل تجرب الدول اللي احنا عرضناها بدأت بالاتنين اللي فوق الدولة هي اللي تقود الدولة تدخل تنفذ وتبني ترفع معدلات نمو الاقتصادي توفر فرص عمل تعمل برامج حماية اجتماعية تهيئ البنية الأساسية والمناخ عشان ييجي بعد كده القطاع الخاص يشارك وينفذ ويستكمل مع الدولة مشروعات التنموية